يا رب بالمصطفى قليل مقاسدنا وغفر لنا ممضا كواسع الكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام من هنا وعلى ضفاف نهر السين في منطقة باريس أقيم صرح علمي رائد لتعليم الإسلام واللغة العربية إنه المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية أو ما يعرف بـ هذا المعهد الذي يدرس الشريعة الإسلامية والقرآن الكريم واللغة العربية لأكثر من ألف طالب من جنسيات مختلفة يريدون أن يتعلموا لغة العربية والدين الإسلامي فإليكم هذا التقرير ترجمة نانسي قنقر التقينا مع الدكتور أونيس قرقاح مدير العلمي للمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية لو تتفضلوا بتقديم فكرة عن أقسام المعهد العلمية ثم عن التقم العلمي المدرس في هذا المعهد بسم الله الرحمن الرحيم أولا أشكركم على هذه الزيارة المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية وجمعية تحت قانون 1905 قانون الجمعيات في فرنسا وهو يشمل ثلاث أقسام معهد تحفيظ القرآن الكريم ومدة الدراسة فيه ثلاث سنوات يتخرج الطالب بعدها بإجازة على الأقل بالسند المتصل للنبي عليه الصلاة والسلام وفي هذا المعهد الآن من مجموعة من الطلاب يجمعون القراءات العشر المعهد الثاني هو المعهد اللغة العربية للناطقين بغيرها وهذا المعهد الدراسة فيه تدوم ثلاث سنوات يتخرج الطالب بعدها بشهادة بالإجازة نحن نسميها إجازة في اللغة العربية للناطقين بغيرها وهذه الإجازة معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم في فرنسا ثم المعهد الأخير هو معهد الشريعة ووصول الدين الذي يعطي أيضا إجازة في الشريعة ووصول الدين بعد الدراسة ثلاث سنوات ثم أيضا في هذا المعهد هناك ماستر في الإما في العقيدة والفلسفة وإما في الفقه وأصوله ثم أيضا قسم الدكتوراه فتح منذ الآن سنتين هذه الأقسام الدراسية الدراسة فيها كلها باللغة العربية خاصة قسم الشريعة ووصول الدين الطلب يدرسون جميع المواد الشرعية من فقه ومن أصول ومن مقاصد ومن عقيدة والتفسير وعلوم الحديث وعلوم القرآن كل ذلك قواعد الفقهية كل ذلك باللغة العربية والأساتذة متخرجون إما أنهم حاصلون على الدكتوراه في الجامعات الإسلامية في البلاد العربية وإما أنهم أكملوا دراستهم في الجامعات الفرنسية وخاصة جامعة الصربون أستاذ الصادق العبيدي وهو رئيس قسم الشريعة بالمهد الأوروبي للعلم الإنسانية في باريس فلو تعطينا فكرة عن هذا القسم وما هي أبعاده بسم الله الرحمن الرحيم محهد الشريعة وأصول الدين هو أحد الأقسام الثلاثة في محهد الأوروبي للعلم الإنسانية في باريس هذا المحهد يدرس ثلاث سنوات الشريعة وأصول الدين أي يعتمد على تدريس المواد الشرعية خاصة الأساسية منها ثم مواد أخرى تكملية تدوم الدراسة ثلاث سنوات تقسم إلى ستة فصول دراسية تنتهي كل فصل ينتهي بامتحان فصلي وتتوج في الأخير بإجازة في الشريعة وقد يستمر ذلك التدريس كذلك في الماجستير سنتين ومستير واحد ومستير اثنين ثم الذي يريد أن يواصل كذلك للدكتورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن ساميرا عملوق متخرجة من كلية الأدابة والعلوم الإنسانية بسوسة تجربة تجربة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها تجربة ثارية ذلك أننا ندرس العربية لمن لا يحسن هذه اللغة ولا يتكلمها ليست لغته الأم الشيء الجميل في هذه التجربة أنك تتعامل مع طلبة يعني من نوعية خاصة جاءوا هنا لتعلم اللغة العربية لأهداف مختلفة إما أن تكون أهداف مهنية أو تكون أهداف خاصة بالدين يعني يريد أن يتعمق في دينه يريد أن يحصل على مفتاح حتى يتعلم العلوم الدينية يمكن أكبر صعوبة تواجهنا هنا هو المحيط والإطار ذلك أن المحيط لا يساعدنا الطالب ما أن يخرج من المعهد حتى يغير تماماً اللغة والتخصص فنجده مضطر لعدم تطبيق ما تعلمه في المعهد الأستاذ عبيد المازوزي وهو أستاذ اللغة العربية بالمعهد الأوروبي للعلم الإنسانية بباريس فليتفضل المشكور من تقديم تجرباته في تدريس اللغة العربية بمعهد في باريس في بلد غير مسلم شكراً لقناة القلم لتحت الفرصة لتحديث عن المعهد الأوروبي العلم الإنسانية في باريس الحقيقة عندي تجربة سابقاً درست في تونس ودرست في المملكة العربية السعودية وأدرس الآن في المعهد الأوروبي العلم الإنسانية في باريس وأكيد أنها تجربة مختلفة تماماً لأنك تدرس الناطقين بلغة العربية مختلف عن تدريس ناطقين بغير اللغة العربية الحقيقة التجربة كانت تجربة ثارية ومتميزة يعني هناك صعوبات في التدريس تختلف عن صعوبات تدريس لغة العربية في تونس ما لاحظت هنا في هذا المعهد أن هناك رغبة ملحة من طرف الطلبة باعتبار انتماههم الثقافي والتاريخي للعروبة والإسلام يريدون معرفة اللغة العربية يريدون تعلم اللغة العربية لتمكن من الاطلاع على الثقافة العربية الإسلامية ولقراءة القرآن وبطبع الحال للقراءة عن تاريخ العربي الإسلامي الطلبة هنا الحقيقة أنهم يحضرون يعني بشكل يومي تقريبا خمس مرات خمس مرات في الأسبوع بمعدل عشرين ساعة في الأسبوع عندهم رغبة ملحة للتعلم اللغة العربية عندما يأتون للمعهد يأتون لا يعرفون حتى الحروف اللابجادية وطيلة ثلاث سنوات يحصلون على درجة الليسانس وبطبع الحال يتمكنوا من الكراءة والكتابة وقواعد النحو والنصوص إضافة إلى اطلاعهم على الأدب العربي الأدب القديم والأدب الحديث وكذلك بعض المواد مثل البلاغة والنحو والقراءة والمواد الأخرى موجودة في المعهد بسم الله الرحمن الرحيم أنا طالبة في السنة النهائية قسم الشارع في الحقيقة دراستنا هنا في قسم الشارع أضافتنا العديد من المعلومات وأضافتنا العديد من المعلومات الجديدة والتصحيح خاصة تصحيح بعض المعطيات الدينية سابقا وخاصة أن الإطار التدريس متعاون جدا وظروف جيدة مناسبة بسم الله والسلام والرسول الله الحمد للمنة لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا أول شيء هذا فضل كبير وعظيم من الله سبحانه وتعالى شخصيا غير حياتي 180 درجة دون مبالغة لأنه أول ما جئت هنا قبل ثلاث سنوات التحقت بهذا المعهد واستفدت منه كثيرا على المستوى الشخصي في حياتي في العلم أساسا أوجز في بعض نقاط أين تكمن أهمية أو الاستفادة من هذا المعهد على مستويات المستوى المنهجي هم يدرسون خاصة أن أتحدث على الشريعة هم يدرسون فقه المقارن ثم يربطون بالواقع ثم منهج جيد جدا الوسطية هذا على المستوى المنهجي مستوى المضمون زاخر وأساذة ما شاء الله متكونين في كل الميادين ومطلعين ما شاء الله وجزاهم الله خيرا على المستوى المؤسسة يعني مؤسسة معترف بها على مستوى العالم في عديد من المؤسسات الأخرى حتى من يريد أن يكمل في بلاد أخرى فالمهم هو الأمر يطوله لكن فضل كبير ونعمة كبيرة أن يجد الإنسان ما يريده في باريس هذا في حد ذاته مكسب وثم يضاف إلى هذا المكسب جودة هذه المؤسسة فنحمد الله سبحانه وتعالى ونسأله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما وفهما إنه على ذلك القدير والصلاة والسلام 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 الحمد لله رب العالمين بارك الله وفريك السلام عليكم والحمد لله نلتقي مع الأستاذ حسن شعيبي وهو رئيس قسم القرآن الكريم بالمعهل الأوروبي العلوم الإنسانية بباريس ما هي أهدف مثل هذا القسم وما هي أهم برامجه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قسم القرآن الكريم من أهدافه والحمد لله أن يتخرج أساتذة لتدريس القرآن الكريم في المراكز الإسلامية وفي المساجد وكذلك ليتخرج من قسم القرآن الكريم أيضا حفاظ مجازين بالسند المتصرين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الهدف الهدفان الرئيسان ماذا تقدمك محتويات في هذا القسم بالنسبة للبرنامج في قسم القرآن الكريم البرنامج على ثلاث مستويات المستوى الأول يحفظ الطالب فيه عشرة أجزاء يعني أو عشرين حزبا يعني ما يقارب أو ما يعادل ثلاث ثلث القرآن ثم يدرس الطالب فيه مادة أحكام التجويد ومادة علوم القرآن وفي المستوى الثاني كذلك يحفظ ثلاث القرآن ويدرس شرح الجزارية مع حفظها وهي منظومة في أحكام التجويد وفي المستوى الثالث يكمل الحفظ ويتفرغ للتلاوة وإتقان التلاوة والمراجعة حتى يأخذ بذلك شهادة معهد القرآن الكريم أو إجازة بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نلتقي مع السيدة حليمة آية ناصر وهي مسؤولة مكتب شؤون الطلبة بالمعهد الأوروبي للعلم الإنسانية تعطينا فكرة عن الدور التي يقدمها الخدمات التي يقدمها المكتب للطلبة بسم الله الرحمن الرحيم مكتب شؤون الطلبة هو مكتب مهم جدا فيما يخص يعني متابعة الطلبة والتسجيلات وكل ما يعني يساهل تسيير المعهد فهو يعني مكتب رئيسي نحن دورنا في المعهد نستقبل طلبة يعني إرشادات فيما نرشدهم فيما يخص كل الأقسام التي عندنا هنا في المعهد يعني قسم اللغة العربية قسم القرآن الكريم وقسم الشريعة يعني قسم العلوم الشرعية كذلك يعني نجيب عبر الأنترنت عندنا كثير من الطلبة يعني من الناس يهتمون بما يخص يعني بما يخص الدراسة عندنا هنا فنجيب يعني نتواصل معهم عبر الأنترنت كذلك أنت لديك سبع سنوات في هذا المعهد يعني من خلال تجربتك خلال هذه السنوات ماذا لاحظت من حيث أقبال الطلبة ونوعيتهم أنا أعمل هنا في المعهد منذ سبع سنوات لاحظت هناك ما شاء الله إقبال كثير من سنة لأخرى يتطور العدد والنوعية كذلك نوعية الطلبة لاحظت يعني في بداية في بداية هنا عندما بدأت العمل هنا في المعهد كان العدد تقريبا ما بين ستمائة إلى تمانمائة طالب وحاليا عندنا أكثر من ألف وخمسمائة طالب وكذلك هناك إقبال كثير ولكن مع الأسف لا نستطيع أن نسجل كل طلبة كل الناس الذين يقبلون وخاصة إقبال كثير على قسم اللغة العربية ونوعية الطلبة لاحظت هناك كذلك شباب غالبهم شباب وفتي شباب وشابات من مواليد فرنسا يهتمون كثيرا بتعليم اللغة العربية لكي يتعرفون على دينهم لاحظت كذلك مؤخرا في السنوات الأخيرة أن هناك إقبال كذلك لتعليم للتدريس لتعليم يعني العلوم الشرعية بما أنهم لا يتكلمون العربية تسجلوا في قسم يتسجلون غالب الطلبة في قسم العلوم الشرعية باللغة الفرنسية عندنا السنة الماضية أكثر من 80 طالب في قسم واحد وهذه السنة فتحنا قسم جديد قسم يوم الأحد يتدمن أكثر من 60 طالب كذلك وفتحنا كذلك قسم آخر دائما في قسم الشريعة باللغة الفرنسية في قسم المساء فالحمد لله هناك إقبال كثير لتعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية أنا أتواجد هنا في فرنسا في زيارة علمية لأول مرة على كل حال طبعا تخصصي في الحديث وعلومه من جامعة الوادي بالجزائر وجئت أزور هذا المحد المحد الأوروبي للعلوم الإنسانية وتمكنت بحمد الله عز وجل من المشاركة أو من حضور بالأحرى من الحضور الملتقى السنوي لمسلمي فرنسا في طبعته الثلاثين وفي الحقيقة أنا انبهرت انبهارا كبيرا بهذا الملتقى أنا قلت في الحقيقة يعني لزملائي وطبعا لمن كان معي لو لم يكن هذا الملتقى يعني لو لم يكن لهذا الملتقى من هدف سوى أن يجمع أكبر عدد من مسلمي أوروبا يلتقون ويتبادلون التجارب والخبرات والهموم وجملة القضايا يعني لكان الملتقى يعني يصل إلى أهدافه بإذن الله تبارك وتعالى فكيف وقد حضرنا إلى هذا الملتقى المنظم الذي كان طبعا كما تعلمون جميعا مقسم على قاعات كثيرة يعني فضاء خاص بالشباب فضاء خاص بالأسر الأسرة يعني وفضاء خاص بالقرآن والمسابقات القرآنية ثم الفضاء الجامع في القاع الكوراة تمكنت بحمد الله عز وجل من الحضور لثلاثة أيام متوالية واستمعنا إلى عدد كبير من المحاضرات طبعا لعدد من الأساتذة الذين ينتمون إلى هذه الأرض الفرنسية وهم طبعا من أصول يعني عربية وغير عربية وكذلك من بعض الزائرين يعني لبعض العلماء أو من بعض العلماء الذين قدموا من مختلف الدول المغاربية والعربية والإسلامية على كل حال يعني النظرة العامة التي خرجت بها كما قلت أن المسلمين بحمد الله عز وجل بخير في هذه الأرض بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله أولا نرحب بجميع المشاهدي قناة القلم ونتمنى لها التوفيق إن شاء الله في عمالها هذا في الحقيقة فكرة تأسيس المركز هي جاءت كمؤسسة لتكمل المؤسسات الخاصة بالمحض الأوروبي العلوم الإنسانية ففي حين أنه كان مهتم بجانب التكوين أكثر قال لابد أن نضيف مؤسسة أخرى تهتم بالأبحاث وجاءت فكرة تأسيس هذا المركز ليتناول موضوع مهم جدا بالنسبة للمسلمين عموما والذين يعيشون في الغرب بصفة أخص وهو يتعلق بالإسلام وتفاعلاته في الفضاءات الجيوستراتيجية المختلفة والحقيقة هذا المركز يتكون من مختبرين مختبر حول الأبحاث النظرية والمنهجية سواء في العلوم الإسلامية أو في العلوم الإجتماعية والإنسانية مع خصوصية أنه يسعى إلى أن يدمج بينها وكان مختبر آخر متعلق بالدراسات السياسية والإجتماعية في أوروبا وفي المغرب العربي وفي إفريقيا أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم هنا نحن في قسم الماجستير أو قسم الدراسات العليا في المعهد الأوروبي العلوم الإنسانية بباريس هذا القسم فتح تقريبا منذ ست سنوات والدراسة هنا مخصصة بالنسبة للطلب الذين حصلوا على جهدة الإجازة في دراسات شرعية أو غير شرعية أيضا خاصة أن الطلبة المقيمين الذين درسوا في البلدان الإسلامية ولم يتمكنوا من إتمام الدراسات الماجستير فكانت هذه فرصة بالنسبة لهم حتى يقوموا بإتمام دراستهم هنا عدد الطلبة الحمد لله في قريبا كل سنة يبلغ في حدود الثلاثين طالب أو الطالبة عندنا طلاب سواء من فرنسا من داخل فرنسا وأيضا سواء في فرنسا بالنسبة لباريس وأيضا المدن الباعدة عن باريس أيضا وهناك أيضا طلبة كثيرون يأتون من أوروبا سواء من مثلا بلجيكا وعندنا طلبة من ألمانيا سويسرا رومانيا يعني كل سنة ما شاء الله الطلبة يأتون إلى هنا والحمد لله يعني كانت تجربة جيدة ونتمنى أن تستمر على ما هي عليه التقينا مع الأستاذة ناجات وهي أستاذة باللغة العربية في المحل الأوروبي للنسانية بباريس وهي الآن تشرف على الطلبة وهم يشتغلون في هذا المخبر تعطينا فكرة على هذا المخبر وما هي أهميته ودوره في تدريس اللغة العربية المخبر فتح أبوابه منذ سنوات والهدف منه تعليم الطلبة بطرق حديثة لأن هذا يدفعهم إلى الإبداع ويساعد أيضا في تيسير الدروس والنتيجة الحمد لله ملموسة يعني حين يدرس طالب بطرق وبتقنيات حديثة يعطي نتيجة أكثر من الطرق الفلاسيكية التقليدية فنحن نقم إما مثلا بعمل مرئي فالطلبة يشاهدون مثلا مادة يحاولون أن يعلقوا عليها وممكن أيضا أن يسجلوا أصواتهم في مادة التعبير وبعد ذلك نستمع للمادة ونعلق عليها ونصحح ما يجب تصحيحه ما هي النتاج التي شعرتهم بتطور في فهم اللغة العربية بعد تجربة المخبر أكيد لأن أنت مثلا تحدث طلبة هكذا بموضوع موضوع عام الطالب لا يمكن أن يتخيل هذا الموضوع إلا إذا كان عن طريق المواد المرئية والمسموعة يعني تعطي نتيجة أحسن من أن تحدثهم بصفة عامة وبطرق غير ملموسة عند الطالب فمثلا إذا شهد الطالب مادة مسجلة على الحاسوب يستطيع أن يدرب أذنه على سماع الأصوات اللغة العربية وهكذا بالتدريج حتى يصل إلى فهم مادة معقدة أكثر تعقيدا تحدثنا في الدروس المادية تحدثنا عن البريد تحدثنا عن المصر الآن سننتقل وسنتحدث عن الصفر الصفر كيف كان في الماضي وكيف أصبح الصفر جون ولذلك يمكن أن نقسم الطرس إلى قسمين فنقول الصفر في الماضي والصفر في الحاضر وعبارة بسيطة وواقعة نقول وسائل الصفر وسائل الصفر في الماضي وسائل وسائل الصفر في الماضي ثم وسائل الصفر وسائل الصفر في الحاضر فلا ينبغون إلى الإبل كيف قلقت وهذا الحيوان أو الجمال أو الإبل نتبغى تعالى خلقه ليخترق الترباء الصفاري في الصفر حيث أننا لا نجد جمال من الإبل في أوروبا ولكن لو ذهبنا إلى إبريقيا وفهو من عدد الصفر إلى الآن هناك القبائل تستعمل الإبل للقوامل والصفار اشتركوا في القناة المكتبة تتوفر على جميع التخصصات تخصصات سواء في العلوم الشرعية من العلوم الإنسانية مثلا جانب العلوم الشرعية فيها تتوفر على مثلا جانب علوم القرآن وعلوم الحديث والتصوف والتسكية وهذه العلوم مثلا علوم القرآن فيها تتوفر على أمهات الكتب فيما يتعلق بعلوم القرآن وعلوم الحديث وهذه الكتب تتوفر المكتبة كذلك على جانب مهم من الكتب في العلوم الشرعية فيما يخص باللغة الفرنسية كما تعمل المكتبة دائما على تهيئ الجديد وتطوير المكتبة لكي تتمكن من سد الفراغ الحاصف في جميع التخصصات اشتركوا في القناة شكرا